هنروح لدوري السيدات لكرة اليد كان عندنا مباراة مباراة مهمة جدا مع نادي الشمس نادي الشمس عامل فرقة محترمة مطشطنا معهم بتبقى دربي قوي الحمد لله فوزنا مباراة 22-21 وبرك أقيمة مباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل من اللي بي مرى للفريق أفكر حضركم كابتن محمد عادل زولة المدير الفني والجاز الفني طبعا الكبير استطاعوا مباراة لنهما يعني يوسعوا طبعا الحملة على اللعيبة ولكن الخبر السيء أن نصر عيد عبد الملك تصابت يعني يمكن أنا شفتها منزلة يعني تويتها على أو يعني على سوشيال ميديا سورة إيديها ومحطوطها في الجبس نصر عيد عبد الملك للأسف تصابت هنعرف طبعا تفاصيل إصابتها ألف مليون سلام عليك يا نصر انت وحش يعني هي يمكن تصابت بكسر في الصبع في مباراة المعادي في الدور الأول وتعالجت ويمكن دي الإصابة دي كانت سبب باستبعدها عن منتخب مصر في السنغال بدأت أفريقيا ملعبتها وبدأت تقف على جليها تاني وبتاع خدت إصابة تاني لكن شايفين الإصابة دي حاجة قدر عند الله سبحانه وتعالى شايفين أكرم توفيق ربنا يشفي يا رب ويرجع أحسن من الأول وإحنا معاك أكرم مستنيينك ومنتزمينك الكتير أكرم توفيق اتنين صليب يعني ومع ذلك إيمانه لم يهتز لحظة ونصر عيد عبد الملك برضو احنا متأكدين إن إيمانها لم يهتز لحظة وهتتعالج وترجع حسب الأول ويقف جنبه إن شاء الله نادي الآن يقف جنبه حتى تستعيد كامل عفيتها مطشنا اللي جاي في كرة اللي قد دي سيدات مع مين مع سبورتينج في اسكنديريا يوم الجمعة الجاية ومطش قوي طيب الدور ده دور التاني ست فرق بتلعب ده مطش اللي احنا فزنا به اللي هو مطش الشمس مبارح كان الجولة الخمسة طيب إيه؟ لأربع جولات اللي فات لأربع جولات الفاتت فزنا على الطيران ستة عشر تسعتاشر فزنا على المعادة تمانية عشر تسعتاشر وثالث مطش كان الزمالك تلاتة عشر واحد وعشر مطش الشمس الجولة الرابع آسف سبورتينج اللي جاي جولة الخمسة هياخدوا الاتحاد أول أربع يعني هنلعب رايح جاي خلاص الدوري في الآخر هنلعب رايح جاي ده الرايح لسه هنلعب الجاي وهياخد الأربع هتطلع بالنقط بتاعتك مش عقف النقطتين نقطة ونص نقطة وهكذا هتطلع الدور اللي بعد كده وتلعب بقى دورة مجمعة واحدة يتخذ منها البطل الدوري مش سهل في سيدات كورة اليد الدوري مش سهل عندك سموحة قوية سبورتين قوية عندك الزمالك مش وحش عندك سموحة كويسة عندك الشمس طبعا الدربي القاهيري والدربي في الدوري قوي فالدوري سيدات السنة دي يعني عايز خاصة أن أنت خسرت ناصر عيد عبد الملك الزكر بتاع الفريق في وقت مهم جدا ولكن كلنا ثقة في اللاعبين اللاعبة السنغالية عاملة مطش كويس أو مبارح مع الشمس حطت تقريبا أربع أو خمس أهداف أو ست أهداف وعملت أسست أربع أهداف ماشي كويس جدا والاختيار الحقيقة اللي اختار المحترفة من السنغال عبقري معرفش بقى كابتخاد العاوة دي طبعا مدير نشاط رياضي واحد أساطير كرة اليد قد يكون هو قد يكون الجهاز الفني فكرة عبقرية انت محتاج قوة بدنية قوية ودي موجودة في الأفرق مع الفنيات الفموس هتتعلمها أو هتشقال بيها هتبقى في حتة تانية اختيار عبقرية